اشتركوا في القناة ومن بعد قريت في تنوية سحنون التأهيلية يعني كيف ما قلت ليك قريت في المنظمة العلوية رعاية المكفوفين حتى التاسعة كانت تواجهنا بعض الصعوبات ولكن تحديناها بالإرادة وبالعزيمة دينا القوية من بعد تحولت السحنون تنوية دي السحنون قريت فيها حتى الثلاث سنين ومن بعد قريت في لفاك درست القانون ودبه فالحمد لله أنا في السنة الأخرى معلوم فحيث دب المكفوف ما غير فهمه غير صاحب المكفوف كيف تكون بعض تحفيزت بيناتنا بزاف ديال الكونتاكت لأنك نقرأه بنفس الطريقة التي هي طريقة برايل أكيد نحفظه بعضنا لبعض لأن ما غير فهمك شي واحد غير شي واحد اللي بحالك ما غير فهمك شي واحد اللي ما عيش دك شي اللي عايشو ولي ما حاشش بنفس الإحساس يعني يعني من بعد ما كنت كانت صنطلم جموعة من المغنيين فاش كانت صغير وكنت كانت أنسبيرا منهم كيف ما قلت لك أنني في حصة الموسيقى فواحد الأسد عجبوه الصوت ديالي بالأداء ديالي لواحد الناشيد فقالي الصوت ديالك زوين ومن بعد جاتني الفكرة أنني ندير مواقع في السوشيال ميديا وتما بدأت الفكرة ديالي ديال الفن بدأت كتتتترصف الأدهان ديالي النوع اللي كالقى فيه راسي كتار وكنت بدأ فيه هو السيل العصري لأنني كنشوف راسي نقدر نعطي فيه بزاف ديال الحويش فالفن أنا سلما راشيد كنشكرا بزاف بزاف من هاد المينبار لأنها السنة اللي فاتت عملت واحد الكوفر الأغنية ديالها ديال الدنيا يا دنيا الجينيريك ديال المسلسل كينا دوروف وعجبها الأداء ديالي وبوستط عندها الفيديو في انستغرام صفحة ديالها في انستغرام وعجبني الحال بزاف بزاف وهاد شي اللي خلاني نزيد نتقف راسي كتار باش نحاول نطور الموهبة ديالي ونوصلها للناس مكرهتش أنني نولي فنان مشهور أولا نبغي نوصل واحد الرسالة نوجي واحد الرسالة للناس مكرهتهم شي يعونوني ويتقوا في الموهبة ديالي كتار لأنني قادر لأنني كنشوف راسي قادر نعطي لهذا الدومين بزاف ديال الحويش وكنشوف راسي نستحق فرصة وكنتمنى من الناس يساندوني في المسيرة الفنية ديالي من ناحية المادية وناحية المعنوية لأنني مكرهتش صراحة نكون فنان ومن نجوم ديال الفن في المغرب والحال المادية ديال الأسرة ديالنا لقد الحال كيف ما كتشوفو ولكن الحمد لله احنا قانعين وكيف ما تقولو كيف ما تقولو أنا غادي على حسب الإمكانية ديالي كيف ما تقولو كيف ما تقولو القرآن كيجي في المرتبة الأولى وعلى راسي وعيني وانا عارف بني وبي الله ولكن اللي يخصوني فهمو أن أنا الموهبة ديالي هي الغيناء الموهبة ديالي هي الغيناء بغي نوصل في الغيناء بغي ندير شي حاجة في الغيناء بغي نتبت راسي في الغيناء والقرآن كيف ما كتلكو مرة على راسي وعيني بصراحة مثالي الأعناف الغيناء هو الفنان سعد المجرد نومبر وانا كتاب لي يندير معه شي ديو أكيد ما غاديش رفض هو بكل فرح علاش لأن الأغاني ديال سعد المجرد الكلمات دياله كلمات زوينة بزاف كيخلي الكلمات دياله توصل لك للقلب بسهولة يعني كي تديك معه الأغنية هي مشي شي زعفان وطرحتها في السوشيل ميديا كينا في الشين يوتيوب ديالي لي يمشي شي زعفان الشين يوتيوب ديالي يسمي شاعي ماض العطفي الكلمات والألحان ديالي والتوزيع ديال السيد راشيد بومهدي اللي كان بغي نوجد له من هذا المنبر واحد تحية شكر شكر كبيرة وكبيرة بزاف وما عمرني غادي نسا المجهود الكبير اللي دار معايا لديكم أغنية قليمة سعد مزرد أه عشقك جنون واكتر من الجنون منويت في يوم هنعيش في حاله آي 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 يادات العيون ارحمي هاد العيون منويت في يوم أه عشقك جنون واكتر من الجنون منويت في يوم هنعيش في حاله آي 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 يادات العيون ارحمي هاد العيون ما شافت نوم غلي لمواله آي 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 قل لي متى نشوفك أنا متى عياني الشوق نعرو هيجا في قلبي آي 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 كين دير أنا نخيب بحبك أنا حالي مفضوح أنا من ليبيا آي 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 خليتيني بلبك مهمهم مو حلواش بقي غنفرح في يوم أش من دنيا غادي في غيابك نعيش وخنفغي ننسى قلبي ما يفغيش ومتنسوش تقابنوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر